اكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية سيد محمد علي القائد ان المخرجات التي تمخضت عن الملتقى الحكومي 2019 والذي عقد في نسخته الرابعة برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر ومبادرة سمو ولي العهد حفظهم الله جاءت بلورة حقيقية لنجاح الرؤية السديدة لقيادة جلالة الملك المفداء يده الله ورعاه وتعزيزا لسياسة الحكومة الرامية للارتقاء بمستوى الانتاجية ومواصلة التمييز في تقديم الخدمات الحكومية أداء وجودئ وقال القائد ان تأكيد سمو ولي العهد على الاستمرار في النجاح وتحقيق أعلى مستويات التمييز في الأداء وتجاوز سقف الطموح بات نهجا تبنته الجهات الحكومية وكرست جهودها المشتركة لتطوير منظومة العمل وتعزيز كفاءة الخدمات بما يتوافق مع رؤية سموه للعمل ضمن فريق البحرين في إطار برنامج الحكومة 2019-2022 وأشار القائد إلى أن الملتقى كشف عن قصص النجاح والمشاريع الحكومية التي لمس أثرها الجميع والتي منها برنامج تقييم لمراكز الخدمة الحكومية والنظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل كأبرز المشاريع الداعمة للإبداع والتفوق في مجال تقديم الخدمات بما يحقق رضى المتعاملين وأكد القائد أن تكريم سموه ولي العهد لعشرة مراكز خدمية من ست جهات حكومية مختلفة تمكنت من الحصول على تصنيف الفئة الذهبية شكل دفعة قوية للجنة للاستمرار في مهام عملها وتحفيز بقية المراكز للارتقاء بجودة عملها وتحسين خدماتها المقدمة يذكر أن لجنة التقييم في دورتها الأولى قد قامت بإعداد دليل معايير مراكز الخدمة الحكومية الذي يعد بمثابة خارطة طريق للتحول إلى حكومة سباقة ومبتكرة وذكية باستخدام المفاهيم الحديثة في العمل الحكومية نحن كفريغ ميداني نقوم بزيارة مراكز الخدمة الحكومية ونقيم المراكز بنان على معايير معينة تندرج تحت خمسة جوانب رئيسية واحد سهولة الوصول إلى المركز التمييز في توفر الخدمة ملاءمة بيئة المركز سلاسة إدارة العملاء وفعالية العمليات الإدارية تحت كل جانب من هذه الجوانب في عدد من المعايير نفتش على المركز نزوره نشوف هل هو مستوفي لهذه المعايير أم لا خلال جولتنا في مركز الخدمة الحكومية التغينا بعدد من العملاء من كبار السن من دول الاحتياجات الخاصة وتأكدنا من جميع المعايير هل هي متطابقة لمعايير التقييم الميداني أم لا ترجمة نانسي قنقر